في اليوم العالمي للخدمة العامة الرئيس السيسي يتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في قصف مكتب الصليب الأحمر بغزة والأونروا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بمشاركة جانيتز تظاهرات حاشدة في مدن إسرائيلية للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو وإبرام صفقة للتبادل الأسرى التاسع بتوقيت جرانيتش الثانية عشر تظهرم بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي أهلا بكم في اليوم العالمي للخدمة العامة تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص ودع الرئيس السيسي العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام مؤكدا دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة أعلنت وزارة التعليم العالي إنشاء تسعة أفرع لجامعات أجنبية بمصر في إطار الاهتمام المتزايد بملف تدويل التعليم العالي مع التوسع في مجالات تدريس الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي وأشارت إلى الاهتمام بإنشاء أفرع جامعات دولية بمصر في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يساهم في تنوع التعليم العالي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأوضحت التعليم العالي أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمية إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة ملحة مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات لزيادة تنافسية الخريجين أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الفترة من الثامن إلى الحادي والعشرين من يونيو الجاري بلغ خمسة آلاف وخمسمائة وخمسين رسالة بنحو مائتين وخمسة وسبعين ألف طن لنحو ألف وثمانمائة شركة مصدرة وأوضحت أن البطاطس تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع ثلاثة وعشرين ألف طن يليها البصل الطازق ثم الفاصولية بأنواعها كما بلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة خمسة وستين صنفا بنحو خمسة وستين ألف طن وأشرت إلى أن الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الفترة المذكورة بإجمالي خمسة وأربعين ألف طن يليها العنب الطازق ثم الفراولة بينما بلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة ستة وخمسين صنفا بنحو تسعين ألف طن وجاءت السعودية وهولندا والسودان وأنجلترا في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات البريطانية للصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من إجمالي مائة وسبع وسبعين دولة مستوردة أكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن حجم الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية يصل إلى تريليوني دولار للعام الحالي حتى في ظل ارتفاع تكاليف التمويل التي تعيق المشاريع الجديدة خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية أشار المركز إلى توقعات تقارير الوكالة الدولية للطاقة بوصول الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى ما يقارب ضعف الكمية المخصصة للوقود الأحفوري في عام 2024 موضحا أن إجمالية استثمار الطاقة في جميع أنحاء العالم يبلغ ثلاثة تريليونات دولار للعام الحالي للمرة الأولى وأضاف التقرير أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يحقق أرقاما قياسية جديدة مما يؤكد الزخم الذي يكتسبه اقتصاد الطاقة العالمي الجديد أعلنت وزارة الإسكان تنفيذ خمسة وعشرين مشروعا لصالح أجهزة الدولة المختلفة بنطاق محافظة البحر الأحمر بتكلفة تخطت مليارا وستمائة مليون جنيه وأشارت إلى تنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة ورصف المرحلة الأولى لطريق سيدي سالم الشيخ الشزلي بطول 54.6 كيلو متر بمدينة مرسا علم بمحافظة البحر الأحمر في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات وتطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية وأوضحت أنه يتم إنشاء ألفين واثنتين وستين وحدة توطين بعدة مراكز بالمحافظة ورصف طرق فرعية بعدة مراكز بالمحافظة بإجمالي أطوال مائتين وثلاثة وعشرين كيلو متر ومشروع تنمية قطاع برنيس أبو رماد ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق الحدودية والنائية أعلن وزير الرئي هاني سويلم أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوة خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات التي تشهد زيادة في الطلب على المياه وأشرى وزير الرئي إلى أنه في حال تلقي أي شكاوة فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فوري وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوة وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوة الخاصة بوزارة الرئي بمنظومة الشكاوة الحكومية الموحدة أوضح أن نسبة حسم الشكاوة خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر مايو 2024 بلغت 96.57% كما انتهت الوزارة من بحث ودراسة 1282 شكوى وطلب واستغاسة خلال شهر مايو الماضي مع بدء العام المليء الجديد 2024-2025 يبدأ تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظتي السويس وأسوان في إطار التوسع المستمر لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لمختلف المحافظات بعد أن أثبتت المنظومة كفاءتها في المحافظات التي تم تطبيقها فيها بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون معطن توسع مستمر تشهده مظلة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات حيث يبدأ تطبيقه بمحافظتي السويس وأسوان مع بداية العام الجديد بعد أن تم تطبيقه في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وذلك تنفيذ لتكلفات الرئيس السيسي بالإسراء بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسر المصرية يأتي ذلك بعد أن أثبت نظام التأمين الصحي الشامل كفاءته في المحافظات التي تم تطبيقه فيها حتى الآن بشهادات المستفيدين الذين يبلغ عددهم أربعة ملايين وستمائة ألف مواطن حيث تحملت الدولة مليارين وثمانمائة مليون جني اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة والتمويل والرقابة والاعتماد ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدم الخدمات الطبية سواء من القطاع الخاص أو العام أو المستشفيات الجمعية أو التابع لهيئة الرعاية الصحية وتعكس مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل القدرة على استدامة التدفقات المالية لازمة لاستكمال هذه المنظومة في جميع المحافظات وفقا للمواعيد المقررة حيث تم تكوين احتياطات متراكمة كلية تبلغ حوالي 120 مليار و700 مليون جني يتم تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين بالمنظومة ويعد القطاع الخاص شريكا أساسيا في منظومة التأمين الصحي الشامل آخذا في الاتبار استراتيجية التسعير العادل من خلال اللجنة المختصة التي تضم في عضوياتها ممثلين عن القطاع الخاص حيث يعد الإقبال المتزايد من القطاع الخاص على الاشتراك بالمنظومة شهادة ثقة تشير إلى قدرتها على تحقيق الغاية من توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق في قصف دام ألقى ألحق أدراراً بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أقل بارل إن الاتحاد الأوروبي يدين القصف الذي ألحق أضراراً بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أسفر عن مقتل وإصابة العشرات مضيفاً أن هناك حاجة إلى تحقيق مستقل كما طالب بضرورة محاسبة المسؤولين عنه دعت وكالة غوث وتشغيل لجئين الفلسطينيين أونروا إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وأكد تنولونروا ضرورة وقف التجاهل الصارخ للقانون الإنساني في الحرب الجارية بقطاع غزة مشيرة إلى أن تسعة وستين بالمئة من المباني المدرسية التي كان يأوي إليها نازحون في غزة تعرضت لقصف أو تضررت بشكل مباشر وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة الأونروا سيد عدنان بعد التحية إلى أي درجة من السوء وصل الوضع الإنساني في قطاع غزة نعم الأوضاع في قطاع غزة لا تقاطية تثنياتها بكالسة ولكن هناك تنامي الإنساني يحدث في قطاع غزة هناك بالصراحة انهيار كبير في كاسة المستويات الإغاثية والإنسانية وحتى أصفية لك أن تتخيل أن 2-3-18 مليون في الوضعين يشربون بها ملوثة الآن وتأثيراتها طبعا على صفقة العامة وفقدان المناعة لذا معظم سكان قطاع غزة لم تعد أجسامهم مقاومة للأمراض سبب سوء التغذية الأطفال 90% من الأطفال قطاعا سيعانون من مستويات عدة من التغذية هناك مجموعة منهم وبالذات الأطفال منهم سنتين والخمس سنوات يعانون من سوء تغذية حالي وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال إن لم يتوقفوا أو يكون هناك تدخل حقيقي لإنقاذهم سيعانون من إعاقات ذهنية والأسدية مدى حياتهم ما يدخل إلى قطاع غزة اليوم يقدر من حوالي 50 إلى 60 شاحنة يعني يقدر بعشرة من مجموع ما كان يدخل قبل السابق الموضوع حتى قبل مايو الماضي عندما تم إضلاق معبر كرم أبو ثالب ومعبر رفح في هذه العمليات الأسدية الإسرائيلية فيه رفح كان يدخل 100 إلى 70 شاحنة أما اليوم يدخل 50 شاحنة ولكن هناك أيضا إشكالية كبرى حتى لو دخلت المواد الإغاثية إلى معبر كرم أبو ثالب نحن نريد تأمين الطرق لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه الطريقة أول أمس تم إطلاق النار على قاصلة لبرنامج جداء العالمي ورأيتم ما حدث مع الصليب الأسدية الأوضاع على الطرق تطير للغاية يضاف إلى ذلك أيضا أنه حتى عندما نخرج من معبر كرم أبو ثالب بالحواكب والشاحنة نواجه بمجامية من الناد الجائعين اليايسين هؤلاء يعترضون أيضا الشاحنات لأنهم يتحركون بصورة غريبية بجاه هذه الشاحنات لأنهم يتناولون وجبة كل ثلاثة أيام وبعض منهم أو وجبة كل يومين وهكذا يعني اليوم أصبح الوضع معقد للغاية على كافة المستوى صحيح الأونروا تطالب بضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار إلى أي مدى تنطبق الكلمة أو تنطبق العبارة التي تتحدث عن أن كل تأخير في يوم واحد لوقف إطلاق النار سوف يؤدي إلى معاناة تستمر لشهور وسنوات طويلة لن نستطيع أن نعالج فيها الأمر في غزة على مدار المستقبل القريب سيد عدنان نعم صحيح القضية أصبحت أعقد بكثير مما كان في المعادة يعني في الماضي تدخل شاحنات وتتحرك في مناطق معينة وتدخل إلى شمال قطاع غزة اليوم لم يعد بالإمكان على الإطلاق تم حشر مليون سبعمائة ألف فلسطيني في مساكة تسعة وكمتين كيلو متر مربع من بعد مدينة رفع حتى منطقة تسمى المصيرات بعد وادي غزة تسعة وكمتين كيلو متر مربع فقط بها مليون سبعمائة ألف فلسطيني لا مياه صالح للشروع لا أنظمة صفية على الإطلاق شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة شديدة الآن يعني نحن راجع خالسة وحقيقية يعني فقط ماتت الصحيم متواجدة وغير ذلك هو غير متواجدة المجاعة هناك احتمال كبير تنتقل إلى جنوب في صفية غزة والأم المستحدة فتعلن في منتصف الشحر الصادم عن إعلان مهم جدا حول المجاعة في مختلف مناطق صفية غزة إن لم يتم تغيير تدير الأوضاع غياب أيضاً أن إظام الأمن حالة انتهت الآن لا يوجد شرطة تحرص الخوافل فأنت الآن وضعنا في موضع خطير حتى لو دخلت شاحنات ويتدخل بقليل تنقل الشاحنات يتم مهاجمة هذه الشاحنات الجوع ينتشر بصورة خطيرة مئات الآلاف من المرضى لم يصدق أتشاهدنا مثل ذلك صحيح تعمد للقضاء على كل مظاهر الحياة في غزة عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة الأنروى كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً تسبب انقطاع الكهرباء اليوم في تعطل الرحلات الجوية المغادرة من مطار منشستر في بريطانيا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جميع الرحلات الجوية المغادرة من المطار تواجه الإلغاء أو التأخير الشديد بعد مشكلة في إمدادات الطاقة وأفد التقرير بأن المطار والعديد من المباني الأخرى تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحلية أقل متحدث باسم مطار منشستر إن من المرجح إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية مطالباً المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار يحل فريق الإسماعيل اليوم ضيفاً على مودرن فيوتشر باستاذ القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز بحثاً عن تحسين مركزهما في جدول الدوري حيث يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد ثمان وثلاثين نقطة بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد ثمان وعشرين نقطة كما يلتقي المصري مع سيراميكا باستاذ بورج العرب حيث يدخل الفريق البورسعيدي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف في المباراة الماضية بينما يبحث سيراميكا عن تحسين مركزه في جدول الترتيب وفي لقاء آخر يلتقي بيراميز نظيره المقاولون العرب باستاذ الدفاع الجوي بحثاً عن الفوز رقم اثني عشر توالياً لتوسيع فارق الصدار مع الأهلي الذي يسعى لملاحقته مع خوض مبارياته المؤجلة أحيى المنتخب البلجيكي آماله في بلوغ الدور الثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على حساب رومانيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة سجل هدفي المنتخب البلجيكي لاعب الوسط يوري تيليمانس والقائد كيفين دوبروين وبهذا الفوز أصبح في رصيد جميع فرق المجموعة التي تضم رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا ثلاث نقاط وتلعب بلجيكا مع أوكرانيا الأربعاء في شتوتجارد بينما تواجه رومانيا نظيرتها سلوفاكيا في اليوم نفسه في فرانكفورت صعدت البرتغال إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بعد صدارة المجموعة السادسة من الجولة الثانية بعد فوزها الكبير على تركيا بثلاثة أهداف نظيفة وسجل بيرناردو سيلفا الهدف الأول للبرتغال وسامت بالخطأ في مرمى وبرونو فرناندز وحسمت البرتغال الصدارة بست نقاط على الأقل بفارق ثلاث نقاط عن تركيا التي تلعب مع تشيك في الجولة الثالثة وبات منتخب البرتغال المنتخب الأوروبي الوحيد الذي يبلغ الأدوار الإقصائية في النسخ الثمانية الأخيرة تعادل منتخباء تشيك وجورجيا بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم وحصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مشوارهما بالبطولة بعدما خسر في الجولة الأولى وأصبحت نتيجة التعادل تاريخية بالنسبة للمنتخب الجورجي الذي حصل على أول نقطة في تاريخه في بطولة أمم أوروبا التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه يواجه منتخب ألمانيا نظره سويسرا مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 ويسعى المنتخب الألماني لتحقيق فوزه الثالث على التوالي وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بعد تأهله في الجولة الماضية بعد فوزه على نظيره منتخب المجر بثنائية نظيفة حيث يمتلك في رصيده ست نقاط أما منتخب سويسرا فقد فرط في فرصة التأهل المبكر بتعادله مع سكتلندا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثانية بينما استهل مشواره بالفوز على المجر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني كما يواجه منتخب سكتلندا نظيره المجر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز حيث أن التعادل بأي نتيجة يعني خروج الفريقين سويا من الدور الأول للبطولة إلى هنا نصل إلى ختام النشر دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة